بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرضون نقاءنا لولا أنسل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم معتوا حطوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويطولون حجرا محجورا وقدرنا إلى معمل من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكار يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعط الظالم على ذيه يقول يا ليتني تغطم عن رسول سميلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان ختولا وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدا كذلك لنثبت به فؤادك وردت الله ترتيلا ولا يأتلك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفصيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شروا مكانا وأضلوا سبيلا ولقد آتينا موسى الكتابا وجعلنا معه أخو هارون وزيرا فقل نذهب إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوما موحي لما كذاب رسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا لظالمين عذابا أليما وعادا وثمودا وأصحاب الرأس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا لهم أمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد آتوا على القرية التي أمترت ما ترسوا أفلم يكونوا يرونها بل كانوا ليرجون نشرا وإذا روك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كذا ليضلنا عن آلهتنا لولا أم صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقدون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد ذل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعل الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباة وجعل النهار نشرا وهو الذي أرسلني حبشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ما أنطهرا لنحي به بلتة ميتا ونصطيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم يذكر فابا أكثر الناس إلا كفرا وله الشئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاجا وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فاجعله نسبا وصيرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يطرهم وكان كافر على ربه ظهرا وما أرسلنك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجل إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بدنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في سدة أيام ثم استغى على العرش الرحمن فاسأل له خبيرا وإذا قيل لهم اسجد للرحمن قال وما الرحمن أنا اسجد لما تأمرنا وساده النفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمر بونيرا وهو الذي جعل الليل والنهر خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شقرا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هل له إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرف ولم يقطر وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يسنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضعف له العذاب يوما القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا وعمل عملا صالحا فأولئك يبدلوا الله سيئاتهم حسناتهم وكان الله غفور رحما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزهور وإذا مروا بالله مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربه لم يخر عليها صزما وعميانا والذين يقولون ربنا هبلنا من أسواجنا وذرياتنا قروة أعظم واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما قالدين فيها حسرة مستقرا ومقاما قل ما يعابوا بكم رب لو لا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك أن ليكون مؤمن إن شاء نزل عليهم من السماء آيتهم فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من ربي محدث إلا استمعوا وهم يلعبون وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معبضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أمتن فيها من كل زوج كريم إن في ذلك آية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن اكتل قوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا يطلق لساني فأرصد إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فذهبا بآياتنا إن معكم مستمع فأتيا فرعون فقول إن رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم ربك فينا وليدا ولبت فينا من عملك سنين وفعلت فعلتك الذي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهبني ربي حكما وجعلني من المسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينكم إن كنتم موقنين قال لمن حوله ولا تستنعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لما جنون قال رب المسلق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعطيرون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجون قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأتي به إن كنت من الصادقين فأنقى عصاه فإذا هي ثعباد مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملي حوله إن هذا لساحر علم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأبعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحر علم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئنا لنأجرا إن كنا نحن غالبين قال لعم وإنكم إذا لمن المقربين قال له موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقادوا بعزة فرعون إننا لنحن الغالبون فألقوا موسى أصوار فإذا إيهت المقوف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمدنا برب العالمين رب موسى وهار قال آمدتم له قبل أن آذنكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحرة فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم مردلك من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إن إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايا قالا أن كنا أولى المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسل بعباد إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدان حاشر لإن هؤلاء لشردمة قدل وإنهم لنا لغائزون وإنا لجمع حاذر فأخرجناهم من جنة وعيون وكنوز ومقام كرم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعر قال أصحاب موسى إنا لمدرك قال كالله إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى لدربي عصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطوض العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجلنا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك الآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم واضن عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصلابهم فنظل لها عاكف قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفريتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباكم الأقدمون فإنهم عدوين لإلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني وهو الذي هو يتعنني ويسقيني وإذا مرط فهو يشفين والذي يبيتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفرني خطيئتي يوم الدين رب هبني حكما وأنحقني بالصالحين واجعلني نسال صدق في الآخرين واجعلني مغورة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بل إلا من أتى الله بقلب سلم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغابين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل يمصرونكم أو يمتصرون فكبكبوا فيها هم الغابون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجلمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كما بدقوا نوحي المنسرين إذ قال لهم أخوهم نوحنا لا تتقون إذن لكم رسول أمين فاتقوا الله واطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله واطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون وما قال وما علمي بما كانوا يعملون حسابهم إلا على ربي لودشعر وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشح ثم غرقنا بعض الباقين إن في ذلك لآية وما كان أثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم كذب تعاد للمرسلين إذ قال لهم أخوكم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله واطعون وما أسألكم عليك من أجل إن أجلي إلا على رب العالم أتبنون بكل رع آية متعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبالين فاتقوا الله واطعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجلات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعزت أم لم تكن من الوعظين إن هذا إلا خلق أولين وما نحن بمعذبين فكذبوا فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كانتهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أفهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله واطعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتترقون في مهابنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلع وهظيم وتمحطون من الجبال بيوت مفارهين فاتقوا الله واطعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يسدون في الأرض ولا يسلحون قالوا إنما أنت من المستحرين ما أنت إلا بشر مدتنا فأتي بآيات إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شر ولكم شر يوم معلوم ولا تمسها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقبوها فأصبحوا نادمين فأخذاكم العذاب إن في ذلك لآيات وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوطن المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوطن ألا اتقون إني لكم نصر آمن فاتقوا الله واطيعوني وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون ذكرى من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لإن لم تنتهي يا لوطن تكونن من المخردين قال إني لعملكم من المقال رب نجني وأهلي مما يحملون فنجينا وأهله أجمعين إلا عجوزهم في مغابرين ثم دمرنا الآخرين وأنترنا عليهم مطرا فسأمط المنذرين إن في ذلك لآياتا وما كان أكثر مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال له شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله واطعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكين ولا تكونوا من المخسدين وزنوا بالقصص المستقيم ولا تبخصوا الناس أشياء ولا تعتوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم الجبل الذي الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مدون وإن ذنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسف من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوا فأخذهم عذاب يوم ظل إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتغسين رب العالمين نزل بالروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي سبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقراه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الألم فيأتيهم بغتة وهم ليشعرون فيقولوا هل نحن مغذرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأنت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرا وما كنا ظالمين وما تنزلت من شياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لما عزودون فلا تدعوا مع الله إلى الآخر فتكون من المعذبين وأغذر عشرتك الأقربين وخفض جلاحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصرك فقل إني بريء مما تعمدون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنك هو سبيع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل عليكم من أفاك أتم يلقون السمع وأكثرهم كذبون والشعراء ويتبهم الغابون ألم تر أنهم في كل وادي يهنون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلمون وسيعلم الذين ظلموا أن يمنقلب ينقلبون بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتل الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة السيئة لا لهم أعملهم فهم نعمهم أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم علم إذ قال موسى لأهني إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبص لعلكم تصدر فلما جاءوا لأمورك من في النار من حولها والسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألقي عصاك فلما رأاها تهتزك أنها جاد ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تقاف إني لا يقاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسن بعد سوء فإني غفور رحم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيطاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قاموا فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبسرة قالوا هذا سحر مبين وجحلوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعروة فانظروا كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضل على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطرق وأوتنا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النبن قالت لم ندوا يا أيها الناس ودخلوا مساكنكم لا يحتمل لكم سليمان وجنوده وكم لا يشعرون فتبس مضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذب له عذابا شديدا أو لأذبح له أو لا يأتي بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحق بما لم تحبه وجئتك من سبئ بنبئ يقين إني وجدت برأتا تملكم أوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشبس من دون الله وزين له الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبين فهم لا يهتدون ألا يسجدون الله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر صدقت أم كنت من الكاذب إذهب بكتاب هذا فأنقه إليه ثم تولعن فانظر ماذا يرجع قالت يا أيها الملأ إني أنقى إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعالوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتور في أمر ما كنت قاطع قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس المشديد والأمر إليك فانظر ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهدها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناصرة بما يرجع المرسدون فلما جاء سليمان قال أتمدون لبمال فما آتا لي الله خير مما آتاكم بل أنتم بيد يدكم تفرحون إرجع إليهم فلنأتينهم بجنود لقبل لهم بها ولنخرجنهم من أرضنا وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أفتوني قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أن آتك به قبل أن تقوم مقامك وإن عليه لقوي أمين قال الذي عنده عين من الكتاب أن آتك به قبل أن يرتدي إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبدوني أشكر أم أكثر ومن شكر فإنما يشكر نفسي ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكر لها عرشها ننظر أتهتد أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل هكذا عرشك قالت كأنه هو أوتينا العلم من قبل وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها دخل الصرحة فلما رأت محسبة وجدة وكشفت عن ساقها قال إنه صرح امرض من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثبت خم صالحنا نعبد الله بإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لو لا تستغفروا لله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهد يبسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لولي ما شهدن مهلك أهلي وإنال الصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة أمرهم فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوت خاوية لما ظلموا إن في ذلك لآيات لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتأخون ولوطا إذ قالوا يقوم يتأخون فاعشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهدون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا أردوط من قرية إنه أناس يتطهرون فأنجيناه أهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمترنا عليهم مطرا فسأمطرهم ذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اشطفاء الله خير أم ما يشركون اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة